يا نواب تغطين الخائفون لا يصدعون الحرية لافتة رفعها متظاهر ثورة تشرين في ساحات التظاهر والاعتصام في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لتصبح شعاراً يعبر عن صمود الشارع المنتفض بوجه الهجمات التي تشنها القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين بهدف إجهاد الثورة أصحاب القمصان البيضاء من الطلبة والطالبات في محافظة القادسية توافدوا بأعداد حاشدة لمشاركة الشارع المنتفض ليؤكدوا أنهم النواة الأساسية في ثورة تشرين من خلال ساحة التظاهر الدواني نؤكد على استمرار أضراب قلاب المتوسطات والعداديات والجامعات واستمرار اعتصام نحن التحقيق المطالب الطلبة طالبوا بمحاسبة قتلة متظاهري ثورة تشرين مسؤولين كانوا أو عناصر في القوات الحكومية أو ميليشيات الأحزاب اللي كتل المتظاهرين هم جماعة الطرف الثالث اللي قبل فترة طبوا للسفارة الأمريكية هم نفسهم اللي جاي كتلون بالعالم وبعض الجهات الحكومية مثل الشرطة أو غيرها ومكافحة الشغب واللواء 57 اللي تابعوا النور المالك هم اللي كتلون بالمتظاهرين طلبة العراق لم يكن استثناء من عمليات الاعتقال والخطف والملاحقة التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات بل تعرضوا كما غيرهم لهذه الحملات التي وصفتها الأمم المتحدة بالعنيفة قيادة الشرطة الديوانية احتقلت مجموعة من الشباب يعني الطلاب يعني لماذا هذا الاعتقال عشوائي يعني الطلاب العدادية والمتوسطة لماذا تحتقلها قيادة الشرطة الديوانية هل يوجد لديها مذكرة قبض حتى تلقى قبض على المحتصمين والمتظاهرين وعلى الرغم من التسويف المتعمد من قبل أحزاب السلطة بعدم تحقيق مطالب المتظاهرين ومحاولتها إخماد الثورة إلا أن الكلمة العليا لا تزال للشارع المنتفض الذي يفضل الاستمرار بالتظاهر بالرغم من رصاص القوات الحكومية وميليشياتها التي يبدو أنها لن تسكت صوت الحرية